سادة احنا النهاردة تكلمنا في حاجة يكاد يكون في بيوت كتيرة لا تخلوا منها ازاي نخلص اولادنا من الغيرة قلنا شوية اجراءات ارجوكم راجعوا الاجراءات دي ارجوكم راجعوا الحلقة دي الحلقة دي مهمة في تربيتنا لأولادنا لان فيه شوية تفاصيل كده لما بينسبها ممكن تاكل بنا ادم ممكن تخلص على بنا ادم ممكن تقضي على ثقة بنفسه او ممكن تخلي كل علاقاته علاقات مليانة الغام بينه وبين الناس طول الوقت لو هو بيقارن لو سمحتم عشان هو ما يقارنش انتوا ما تقارنوش عشان هو ما يحسش ان الناس افضل منه دايما امدحوا الحاجات الحلوة في اولادكم لو سمحتم عشان اولادكم يحسوا ان هم في امان خليهم محل ثقة حتى لو كان عندهم بعض الاشياء اللي مش مناسبة اشاركوا اولادكم في اعمال كلكم بتشتركوا فيها وخاصة الاولاد مع بعضهم هتلاقوا اولادكم بيعيشوا في راحة بيعيشوا في امان ويكونوا دعم ليكم وان شاء الله تشوفوا اجمل ما فيهم وتحسوا بان يومة نعمة من نعمة ربنا قدروا ولادكم وقولوا لهم ان يومة نعمة من ربنا وعيشوا معاهم فضل ونعمة ربنا ان ربنا رزقكم بالرزق الواسع ده ان ربنا رزقكم بمناء آدم كامل دي نعمة ليس بعدها نعمة يا رب اعننا على ان احنا نشكر نعمة اولادنا ونكون لك حمدين لك شاكرين في كل وقت وحين يا رب العالمين اشتركوا في القناة